بص إحنا بابنبعد في الحد بص هي مش إجبارية ولا في غرامة ولا في أي حاجة ولا هجيبك من بيتك عشان تأدي الخدمة العامة يعني أنا مش هجيبك عشان تأدي الخدمة العامة ولا هتمنعك من الصفر زي ما الناس بتتصل بي دلوقتي بتقولي يا صنع حسافر حيمنعوني من الصفر لا هي مش جيش لا هي ناس مفقرانة هي مقابل الخدمة العسكرية يبقى نفس الخطوات بتاعتلي لا لا إحنا ما عندناش كده يا سيدي أنت مش عايز تشتغل في حكومة أو قطاع عام أو كده والله أنت حر ما تأديهاش لكن هي في النهاية هي مساوعة تعيين حكومية يعني أنت عشان تتعين في بنك عشان تتعين في حكومة عشان تتعين في قطاع أعمال حتتطلب منها ممكن القطاع الخاص ما بيطلبها بس في تعديل القانون حنخليها للكل خاص وعام بالضبط يعني يبقى فيه مساواة يعني أنت حتشتغل هنا حتشتغل هنا أدي واجب وطنة كل أوكل وبعدين أنا الناس بتتصل بي يعني هي لازم هيك طب إنت عندك شغل؟ لا طب ما تنسل ده أنا بضربك وبحط رجلك على أول خطوة هو البعض بيقول أنا حتدرب ومعنديش وعد بالعمل في المكان بس إنت حيبقى عندك سي فيه وحديك شهادة خبر تفرق معاي أكيد وبعدين دلوقتي بقى فيه تدريبات أونلاين جميلة جدا جدا يعني والوزارة عندنا هي لها تتحمل التكاليف بتاعتها وحديك شهادة معتمدة في أكثر من كده إيه؟ تبقوا ليه يا أستوزة أميرة هي سنة في كل الأحوال؟ 12 شهر في كل الأحوال؟ بالظبط أي أن كان الكلية أو الجامعة أو المواهل اللي معاي هي سنة؟ بصي سياطة هي أساسا مش كل المؤهلات لها خدمة عامة فيه مؤهلات لها تكليف اللي هي المؤهلات الطبية دي لها تكليف طبيعي مع وزارة الصحة تمام يعني دور خارج قصة بالظبط في حالة أن أنت ما قضتش التكليف بتاع وزارة الصحة يبقى لك تكليف خدمة عامة تمام المهندسين يتلقى التكليف بتاعهم من زمان فالمطالبين على طول أن هما ياخدوا خدمة عامة البنات ككل والولاد اللي هما إعفى نهائي من الخدمة العسكرية يعني إعفى المؤقت مالوش خدمة عامة اللي هو الواخد تأجيل ده لأ الولد اللي هو وحيد والده والده ماكملش الستين أو الولد ماكملش التسعة وعشر ده مالوش خدمة عامة بيبقى حصل على إعفاء مؤقت مالوش خدمة عامة والله يخد النهائي بيبقى مالوش خدمة عامة مالوش دعوة بينا ولا بنجي جنبه أنا يمكن برضو بسأل حضرتك لأن فكرة أنه مقابل للخدمة العسكرية قد تكون السيطرة علي أنا كمان وعلى قطاع كبير من الناس ففي حد مثلا بيقول أنا خلصت جمعة هدخل سنة كعسكري حد تاني مثلا مع مؤهل متوسط سنتين أقل بيدخل ثلاثة فالناس عندها العقيدة دي أنه هيدخل يقدي الخدمة العامة هيقعد سنة أو اثنين أو ثلاثة حسب مؤهله لا إحنا مفاعلين دلوقتي حاليا من القانون الجزء الخاص بالمؤهلات العليا من بداية التفعيل بتاع قانون الخدمة العامة وهو 76 لسنة 73 إحنا مفاعلناش منه للمؤهلات العليا بس يعني مدون المؤهلات العليا لم يفاعل لم يفاعل حتى تاريخ يمكن بعدين أفاعل ما حدش عارف يعني إحنا هو موجود في القانون مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة السنوية العامة وما في مستواها والفوق متوسطة وبعدين العليا إحنا مفاعلين العليا بس فدلوقتي كل العليا بتاخد سنة وحتى لما هنفاعل التاني يعني مش عارف ممكن مشي زي كيش لا هو السنة لأن هي القانون أموما بقولك 12 شهر هفعله على المتوسط على فوق المتوسط كده هيبقى 12 شهر لكن المخاطبين حاليا معايا هم المؤهلات العليا المؤهلات العليا بس طيب أنا لو أنا اللي هختار بقى حدك قلتلي دلوقتي بختار من 42 مجال تمام هكون قريب من بيتي ده لازم إلا إذا أنت ليك رغبة في حتة معينة متكونش قريبا من بيتك حسب رغبتك أنت لكن أنا مش هودك في حتة بعيدة عن بيتك إحنا بنقول لك سواء ذكور أو إيناس لأ من كل وفي محافظتك في مركزك بنبعيدش أبدا يعني كل واحد بيبقى جوه محافظته لكن مثلا تعالى يعني في جمعة حلوان مثلا بتاخد من المكلفين جمعة القاهرة في ناس بيروحوا في المعامل بتاعتها هو في القاهرة ساكن وهي في الجيزة ترجمة نانسي قنقر